كان يمكن عقب تولي طبعاً لمهمة فريق رجال يد النازي الأهلي طبعاً بالنازي الأهلي في أول لقاء لي وأول كمان ظهور حصري عبر شاشقالات نازي الأهلي طبعاً بنرحب بمستر ديفيد ديفيس مستر ديفيد سنعرف أنك هنا في إيجبت ومعرفة في الأهلي كلاو شكراً 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 أنا أيضاً أنا جميلة أنا أعرف أنه ملحباً وأنا جميلة جداً بأن أعود في كايرو ومعرفة في الأهلي نحن بجmod flip and welcome back here in Egypt بعد قبل ما أ是什麼 نحن سنعرف لألك القلوبici ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيف ستفعل في المرة القادمة؟ نعم، فقط أستنتظر أن المجدد في المتابعة لنبدأ بالعمل معهم لقد قد قمت بعمل معي بسيطة تحديدين، بحديث، بحديث لأنني أمام عملية مجدد من قلتة التي سمعتني في المتابعة ولكن هذا كان لذلك لذلك فنحن نفعل مجددا لأنني أجريت بكثير من تقلق كي يتعابي ونحن نقوم بحاجة لتفاق من هذه القرآن لأننا لدينا وقت جديد لتكلمة ونحن نجيل التكلمة ويبترون خلال المساعدة للجميع وفي الأحيان أخبار قبل وفاني أخبار لأجهام التجميع بحاجة لأجهام المترجم للقناة وهم يعرفون أنهم يجب أن يكون مستعدة ومعنا نفسي ما أقول في المترجم أنهم يأتي إلى المترجم ونريدهم في المترجم ونحن نكون مستعدة ونحن نعطيهم مقصمم إنهم يأتي معناه سيكون ممتازي إنه ممتاز إليك وشكرا لك شكرا لهم برد من مستر ديفيد ديفس طبعا المدير الفني جديد لرجال كرة اليد بين نادي الأهلي يمكن خلييني أقول كم سريعا عن اللقاء وعن محتوى اللقاء يمكن في الأول سألته طبعا عن فكرة المسأولية الكبيرة جدا طبعا في الإداء تم إجابته على هذا السؤال أنه هو شايف أنه أكيد هو موجود هنا في النادي الأهلي عشان كده علشان هو هارد ووركر أو أنه هو بيعمل طبعا أو بيفضل قصارى جهده أنه هو يكون مع الفريق أو كمان يحفزهم أنه هما يكسبوا كل البطولات خلال الفترة المقبلة وكمان هو طموح بشكل كبير جدا علشان يحقق معهم كل البطولات دي خلينا بقى يعني يمكن ننتقل لتاني سؤال يمكن كنا بنتكلم معاه عن فكرة كمان أن فيه ثلاث بطولات همين جدا يعني يمكن كأس البطولة الأفريقية طبعا وكأس الكؤوس الأفريقية واللي هيقومه هنا في النادي الأهلي بجانب طبعا استقناف بطولة دوري المحترفين هو شايف أنه يمكن فكرة تدريبه طبعا لمنتخب مصر في فترة سهل عليه كتير جدا هذه المهمة وهو ده اللي هيكون معاه خلال الفترة المقبلة أو هيكون وهو شايف برضو أنه فيه يعني يمكن فترة كبيرة جدا أو فترة إعداد كبيرة جدا هو شايف أنه هو يعني هيحط فيها كل القوة الخاصة به وبالفريق الفني الخاص به علشان يكون يعني كل البطولات دي من نصيب النادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة المقبلة مريم سميح طبعا بنشكرك على هذا اللقاء شكرا جدا